السلام عليكم يا شباب. فيديو اليوم خصير اه عن كفية انك شون تحسن الصوت بالالعاب تخلي اعلى واوضح. خاصة بلعبة البوبجي ستيم اللي اه صعب انك اه تفرق بين الخطوات او تسمعها من مسافة بعيدة شوي. فهالشي ازا فعلته من اعدادات الويندوز اه فراح يساعدها كتير اكيد. بدك كم يوم عشان تتعود عليها يومين ثلاثة. اه ما يلزمك اي برامج بدون اي برنامج هي بس فقط اعداد واحد ممكن انك تفاعله من اعدادات الويندوز وبيمشي حالك. امورك بصير تمام. اتمنى ازا عندك تتابعني على التويتش راح اطلعك الرابط بالوصف كل يوم بس تقريبا كل يوم. فراح تكون الرابط موجود بالوصف. اه الشغلة بسيطة شباب. اه اول اشي اه بدك تروح على اعدادات الصوت. اه هما طريقتين. ياما بالكبس اليمين على اشارة الصوت من تحت او انك تروح اه من زاوية من من الشمال. اه وبعدين تروح على السستم ومن سستم تروح ع الساوند ع السوت. اه بتعطيه اه فتح لوحة التحكم في الصوت ساوند كنترول بانل. وبعدين اه راح تطع لك هاي النافزي. الصوت اللي انت يعني اه بتسمع منه مش صوت المايك. فكيف انك اه بتعرف الصوت اللي انت ع تسمع منه بسيطة بتكبس كبسة باليسار على تبع اشارة الصوت. وهذا السام بتتحكم فيه. فمتل ما بتشوفه بطلعون اشارات هيك خطوط خضر. فعملاته هدا انت الصوت اللي بتسمع منه. اه بتكبس كبسة يمين عليه. على الخصائص. وبعدين لازم تكون عندك خيار اسمه توقع معناته بالعربي التحسينات. ومن خلال هذا الخيار بدك اه تحط اشارة صح على خيار ما بعرف انا اللغتي بالانجزي مش قوي كتير. فبتمنى اني قريتها منيع. المهم هذا الخيار لازم تفاعله بتعطيه بتعطي اوكي. اوكي. فبعد ما تفعل الخيار راح تراحز راح تلاحز انه الصوت صار كتير عالي. الشي اه يعني هو الخيار اللي يفعل لك يا يعلي لك الصوت. بس داخل لعبة راح تلاحز انه الصوت الخطوات راح يكون اعلى من صوت الاسلحة. اه انت حاول يعني اه تفتح اللعبة وتجربها بدون ما تفعل هذا الخيار اللي قلت لك عنه. راح تلاحز انه صوت الاسلحة بكتير عالي. اه ولكن بعد ما تفعل الخيار هذا راح تلاحز انه صارت اه صوت الاسلحة او طو شوي. صوت الخطوات صار اعلى. وحتى الصوت داخل اللعبة بصير على. يعني هيك انت بتكون حسنت الصوت والاداء للصوت. بدون اي برامج. وما عندك اي مشاكل. هذا كان اشتراح الشباب. بتمنى ازا استفاد. لايك وشير سبسكرايب للقناة. ولا تنسى تتابعني على التويش. السلام عليكم.